يزوره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا تونس نهاية الأسبوع المقبل وسيلتقي نظيره التونسي توفيق شرف الدين وذلك بعد أيام قليلة من هجوم نيس وقالت مصادر الصحفية أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب الحوار الهاتفي الذي جمع يوم السبت الفارت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بنظيره التونسي قيس سعيد والذي تعهد بتسهيل منح التصريح القنصلية لمواطنين تونسيين يشتبه بتطرفهم ويعيشون بطريقة غير قانونية بالبلاد وهي الوثيقة التي تسمح لهم بالرجوع أو بترحيلهم إلى بلدهم وأشارت نفس المصادر أن دول المنشأ عادة ما ترفض منح هذه الوثيقة للمرحلين وستمكن زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس من إعادة صيغة سلسة لتفعيل هذا الإجراء الذي سيمكن فرنسا من ترحيل قرابة 231 تونسيا مقيما بشكل غير قانوني وتتعلق بهم شبهات التطرف تطرف